محمد مركز على إمام عشور بس أنا مش متفق معاه في التعبير ده مفيش حاجة اسمها المدرب لقول لعيبة غير يميز حد عن حد إنما هو في لعيبة بيراعي مشاعرها لإنه ممكن تفهم اللقطة غلط يعني إمام بيقول له منا الدنيا ماشي هو مش بيعايزي فاهمه أنا مش بغيرك عشان أنت وحش أنا بغيرك لاعتبارات أخرى مش ضروري يقعد يقول له كل الخطة كل تفكيره إن أنا عايزة رياحك إن أنا عايزة أشوف حد غيرك إن أنا اتطمت عن النتيجة فكده بقى ممكن ترتاح شوية ودي يعملها مع أي لعيب يعني مش بالعجل الراجل ده محترم جدا كل اللعيبة بيبع حريس فتصوير الأمر أنه خاص بفلان لا هو مش خاص بفلان لا يا غلط ده ده هو أصله المحمودي مدكك لا بكمان مقتنع طبعا مؤكد بإمام عشور وكلنا مقتنعين طبعا إمام العيب بقى مختلف إضافة قوية جدا وعلى فكرة وعمر كمان مش مختلف أو كم عندك باك ويجي من بعيد الشوت الشوت ورده سليم ورده سليم اللي بوس الكرة كل العيب مختلف ما شاء الله عنده الميزة اللي بيكمل زميله هاي نعم نتكلم على الجداد على فكرة إنما إحنا إمام عشور لأن في حالة من الترقب هنا بقى اللي عايز أقولك يمكن دي اللي خلت مارتن كولر عشان ما حد يش يلعب ودانه قوي فيه تربص جامد وحطين كل نفس لإمام عشور تحت الميكروسكوب كل نفس وفابراكا يخرج في المنتخب يكلم زيز ولا طب طب عليه يقولك عايز يرجع يا عمي الناس كان يصحابه بالعامة مع بعض وهم في المنتخب يدي له ظهره يعني يعمل ايه يعني ما يبقوا صحاب ايه المشكلة تفسيرات نفسانة هي تفسيرات الجمهور بيغيز بعضه بس بواخد الدنيا في سكته واخد بالك ربنا نجينا من الظاهرة دي لأنها استشرت يا أستاذ إبراهيم وبقت خطر جدا أنا بيطلع بيتقال علي وعلى ثاني كلام وأنا ما بفتحش بوقي أنا شفت حاجة سورة برضو قالك المهندس عدلي بيقول مين بيهدف نلة الأهل مين رمز الشرف والنقاء وأنا متأكد لأنت قلت والله ما قلت ولا عرضنا ده ولا ده كان موجود أنا اللي ما حد وراني أنا استغرب امتك أنا ما شفتش اللقطة دي هذا يعني تدني على فكرة أنا لقيت حد زي ملكاوة حطتها وبعت هالي فيها مسبوقة مش ودت عليها فروح تداخل على الخاص بتاعه وقلت له على فكرة ده كذب وفترة ده حاجة من عشرات وفبراكة انت هتعرض نفسك للمسائلة الخانونية وأنا قلت له أنا صورت الصفحة بتاعتك فرح داخل على الخاص أنا بعتذر جدا وأنا هشيلها فورا قلت له أنت بتدي الحق للموانس عادل أنه يقضيك فورا لأنك انت تنسب حاجة لنفسك أنا أو ناشد الضمائر بقى يا أولاد ما تخسروش نفسك وبدري عشان شوات كرة ونغيز بعض يا أولاد مش كده إن إحنا نتقول على بعض وندعي على بعض ونقلف قصص عشان أنت بتستفز المئات والألاف من الجماهير عشان تخش يعني تشتمني وإنت كده حلو ومبسوط إيه اللي كسبت ولا حاج لقى إن أنا لن أتوقف عن دعم النادي الأهلي لن أتوقف عن الدفاع عنه لن أتوقف عن كشف الحقائق وأنا ما بتجاوز في حق غيري لكن بظهر الحقائق فمحدش حيرهبني لكن أنا بناشد بقى الجماهير خلي بالكم يا جماعة لا لي صفحات ولا بعلق أنا حتى دلوقتي بطلت أعمل مداخلات وبقول للناس كلها كده لأي إن حعمل معاك المداخلة حيكتزع الكلام وحيبتدي ترد عليه في حاجات تانية خلينا نركز في أهدافنا كلنا دلوقتي وأنا عندي البرنامج هنا أقول اللي أنا عايزه صحيح ورغم كده بنسلم أبدا ما بنسلمش بياخد جملة لإن الضمير لما يموت يصبح الوضع خطر جدا صحيح